نحن جعل بعث لك اللينك بعد الحلقان الله أراد استاذ أمين سنبدأ أول شيء من الرد الأمريكي على الاستهداف الذي صار على قاعدة على حدود الأردن وراح فيها ثلاث جنود أمريكين فردت أمريكا على مواقع للحجد والحرس الثور الإيراني في عراق وسوريا بدأت توقف عند هيدا النقطة ليش ما ردت كل الاتهامات أنه إيران ليش ما ردت بإيران ردت بالعراق وشو يعني أنه تقول أمريكا نحن تواصلنا مع الحكومة العراقية وأبلغناها قبل الاستهداف أعتقد بداية استهلا تحية لك وتحية الكادر وفريق إعداد هذا البرنامج وللمستمعين الكرام للأسف طيلة هذه السنوات التي كنت متشرفا في أن نكون ضيف معك حديثنا أما موت أو انفجار مرفع أو مشاكل في العراق والمنطقة يعني ما أعرف الظاهر كتب علينا أن نعيش هكذا نجي لللعنة قدرنا نجي لللعنة والحروب ونتحدث عن عداد ضحايا عبارة عن أرقام في هذا الشرق المتوسط أو الشرق الأدنى مثل ما يسمونه فيما يتعلق بالرد على إيران يعني أمير حسين موسوي هو المقرب من النظام الإيراني تحدث عن شبه حديث أمريكي علني غير علني مع الجانب الإيراني أمير يتحدث يقول الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إيران أن تقصف في أماكن إيرانية خالية فارغة فقط للحفاظ على ماء الوجه الأمريكي وإيران رفضت حتى أن تقصف في أماكن خالية أو فارغة طبعا هذا يثير أكثر من جدلية وأكثر من سؤال أنه أنا الآن أردت حدث بقراماتية يعني إذا كان القصف على مكان خالي لا يودي إلى قتل إنسان فأنا مع القصف في مكان خالي التالي إذا كانت هي مسرحية ولعبة فيها إخراج وسيناريو بهذه الطريقة الذي قاد البعض إلى أن يقول أن الطوفان الأقصى هو عبارة عن فخ كان لكل المنطقة حتى تنجر إلى هذه التصفية والحرب وإنهاء حماس الصراع ما بين الفصائل المسلحة العراقية والوجود الأمريكي صراع قديم صراع منذ اللحظة الأولى لدخول الأمريكان إلى العراق العراق لا يعطي الثقة لأمريكا لا يأتمن حتى الجانب العراقي الرسمي؟ الرسمي وغير الرسمي لماذا؟ أولا أمريكا تعتقدها صاحبة الفضل على العراقين بالديمقراطية الحديثة التي عمرها اليوم بالـ 24 التغيير في 2003 يعني 21 سنة فعليا في شهر 4 نصل على 20 سنة العراقين لا ينسون أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدعم صدام في حربه ضد إيران وبالتالي كانوا جل القتلى من الطرفين هم من الشعة يعني صدام كان يقاتل في شيعة العراق شيعة إيران لأنه السنة العراق تعرفين أغلبية شعية وأقلية السنة السنة كانوا في الجامعات وكانوا في يعني ما كنا نشوف للأسف أتحدث بهذه الطريقة لأنه من تلك المرحلة ما كنا نشوف شهيد سني مثلا يعني شهيد يعني مقتول في الحرب العراقية الإيراني لأن كانوا بالبعثات الخارجية وكانوا بالسفارات وكانوا بالجامعات وكانوا يخدمون في قلب بغداد وعلى الحدود وعلى السواتر وعلى الجبهات كانوا الشعة ولهذا كان خال صدام اسمه خير الله يقول كلابهم بكلابهم يعني القتال شعب الشعة معروفة معروفة هذا خال صدام المهم السنة الذين قتلوا في باني فترة صدام هم الذين عارضوه يعني سواء كانوا ضباط كبار لخلافات تقنية معينة أو الذين قتلهم لأسباب معينة يتصور أن راح يجون على انقلاب يجون على كذا فأمريكا كانت دعم نظام صدام في حربه على إيران ثمان سنوات خسرنا اثنين مليون شهيد وبعدين رجع لانتفاق الجزار العراق لم يتقدم بشي أمريكا دعمت صدام في غزوه للكويت السفيرة الأمريكية كانت عن صدام قال لها أنا أرغب في اشتياح الكويت قالت هذا الشيء داخلي يعني الاشتياح دولة لدولة هذا الشيء داخلي واشتاح صدام الكويت بالحرس الخاص يعني وزير الدفاع العراقي ما يعرف يعني عدى يقصي اللي اشتاحه الكويت يعني العائلة المالكة اللي غزت الكويت وبقيت بها ستة أشهر لما انسحب العراق من الكويت أو انسحب صدام من الكويت بعد ما يعرف بالخيم الصفراء وشوارسكوف على ما اعتقد كان حرب الخليج الأولى حدثت انتفاضة في العراق في 15 محافظة من أصل 18 محافظة انتفضت على صدام هذه المحافظات لأنه حرب وغزو ودمار واعدامات ومقابر جماعية خلص بك في طلعة العالم انتفاضة يعني انتفاضة غير مسلحة دخل ما يعرف بالفيلق بدر من إيران الفريق الذي كان يعارض صدام عسكراتيا فشافوا الأمريكان ان هؤلاء الجماعة يجوا من إيران فبالتالي هذه المحافظات التي سقطت ستكون تحت أمرت هؤلاء المعارضة العراقية العمائم اللي كانوا بإيران وبالتالي العراق في خشة ان يكون إيراني فقامت الطائرات الأمريكية بقصف المنتفضين والثوار على صدام وإبادتهم وعادت صدام ومكنته للحكم من 1991 من انتفاضة الشعبانية لحتى العام 2003 في حصار مفروض علينا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية العراقين كانوا بيعون أبوابهم وشبابيكهم حتى يقدرون يأكلون ويشربون وصدام كان ابن القصور في رعاية الولايات المتحدة الأمريكية سقط النظام صدام لأنه تحاول أن تبني شرق أوسط جديد الولايات المتحدة الأمريكية والتالي بعد سقوط صدام بفترات معينة غيره معمر القذافي وزين عبدين بن علي وحسن مبارك وهي تعرفين الخلطة اللي صارت بالمنطقة فالعراقين عندهم مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية لا ثقة طبعا مشكلة ثقة وبالتالي هذه مشكلة الثقة هي حتى للأسف مع دول الجوار يعني التركي الآن يقصف في العراق الإيراني يقصف في العراق الكويت لديه مشكلة مع العراق وترك العراق تحت عقوبات البند السابع اللي إحنا مو العراقين اللي غزوا الكويت لا العراقين كانوا ضحايا نظام صدام صدام الذي غزى الكويت في الكويت عندها مشكلة خور عبد الله والميال المتخالجة والآخره تاريخ الدم سوريا عندها مشكلة سوريا كان عندها مشكلة مع صدام يعني حزب البعث القيادة القطرية والقادة القومية وحزب السوري حافظ الأسد كان عنده مشكلة إن كان دعم إيران ضد صدام وهكذا الأردن لديها مشاكل الأردن حتى هذه اللحظة تأوي رغض والقاعدة وداعش والبعثين والمشقين وبال2014 كانوا يحاولون إلى قلب النظام رغم أن العراق يدفع للأردن يعني منذ قرابة الأربعين سنة حتى هذه اللحظة بترول بطريقة يومية بقيمة 10 إلى 11 دولار مساعدات يعني الأردن عايشة على العراق طيب تحدثنا عن سوريا وتحدثنا عن تركيا وتحدثنا عن الأردن السعودية الريديكالية الكلاسيكية الوهابية الكذا يعني في العراق ما لا يقل فقط منذ 2005 تحديدا وحتى 2020 ما لا يقل عن 3000 انتحار سعودي بفتاوى علنية من المساجد وجوامع السعودية طيب وين بعد منوا عندنا جبنا سيرة الأردن وجبنا سيرة الكويت وجبنا سيرة سوريا إيران إيران عندها مشكلة في العراق ما تريد العراق يرجع القديم اللي ممكن في لحظة من اللحظات يفتح عليها حرب ما بدى عراق صدام بدى عراق حشد لا الحشد هون يعني ستهل في لغط لدى العامة لدى الجميع فيما يتعلق بالحشد الحشد هو مفردة الحشد وفتوى الحشد كانت من قبل سماحة المرجع السستاني أنا مرضى فوت المستمع على غير يعني المرجع السستاني ولا يؤمن بولاية الفقه في تقاطع بينه وما بين الولاية الإيرانية التي تؤمن بأنها اللي يقول بها السيد الخامنئي أنه هو المفروض يكون مسؤول عن كل سياسات المنطقة ولي فقه السستاني ما عندها هذه الرؤية السستاني مع دولة مدنية والسستاني مع دولة ديمقراطية والسستاني مش مع الحزب الواحد ولا مع الطائف يعني السستاني حتى في زيارة بابا الفاتيكان اللي أكثر مرة تحدثنا من هذا المنبر كان رجل واضح وإيران لا تريد عراق قوي ولا تركيا تريد عراق قوي ولا أمريكا تريد عراق قوي الجيوباتيك الموقع الجغرافي للعراق مؤذي مزعج من باب مطلع على تركيا وعلى أوروبا ومن باب رابط للخليج العربي اللي يمتد إلى معرفين وبالتالي يجب أن لا يكون لديه جيش قوي يجب أن لا تكون لديه مؤسسات قوية يلعبون بمياه وثرواته يعني 24 ساعة يقطعون عليه اندجا والفرات وبنفس الوقت شكلت هذه الدول جيوب وخلايا ونواب ورؤساء كتل وزعامات ووزارات بالأموال وبالجاه يعني كتل نيابية تروح تتشكل بعمان كتل نيابية تروح تتشكل بالإمارات كتل بتركيا مرنا على هذا التفصيل ولهذا حاول الجميع خطف الهوية العراقية صراع الهوية العراقية مثل الصراع الهوية اللبنانية بالحرب الأهلية يعني لا توجد مخابرات دولية لم تلعب في لبنان في الحرب الأهلية بل حتى بعد الحرب الأهلية وحتى اختيار الحريري وحتى هذه اللحظة لبنان الآن بعقوباته بإضطراباته بإنهياراته لبنان معاقب لبنان محاصر والسبب من شقين السبب خارجي والداخلي خارجي يعني الدول بالمنطقة تنظر لبنان على وين يعني لبنان يحميل هالأمن مع إسرائيل باعتبار الدول الأخرى مطبعة أو لبنان ينتمي إلى المحور وممكن يهدد دائما أو لبنان أمريكي أو لبنان فرنسي أو لبنان شنو هوية لبنان بالتالي اليوم السفراء هم من يقررون بالاجتماعات مع هذا الرئيسي أو ذاك أنه يجي رئيس أو لا سفراء تصوري سفراء دول ودبلوماسيا ما عم يقدروا يقدروا حتى ما عم يقدروا ولهذا القصف الأمريكي على مقرات الحشد كان انتقاما من إيران وأعلنوا مرارا وانتكرارا الأمر كان أن هذه الفصائل هي أذرع إيرانية في العراق الفصائل كانت قبل الحشد الفصائل التي تأتمر بأمرة الحرس التوري وبالشيط قاسم سليماني كانت موجودة قبل الحشد يعني عصائب أهل الحاق حركة النجباء الحشد أطلقه سماحة المرجع السستاني لقتال داعش مش لقتال أمريكي يعني هون في خلاف كثير سماحة السستاني لا يتبنى العداء الأمريكا محتلة مش محتلة هذا موضوع يقرره البرلمان والشارع العراقي المرجعية شعرت بالخطر وصل إلى بيوت الناس سهل نينوى منطقة مسيحية قرقوش وقراتوبة وكل هذه المناطق يعني وتل لسقف مناطق مسيحية سهل نينوى السستاني أصدر فتوى لحمايتهم وبينما السستاني الشيعي مناطق أخرى في تل عفر آآ آآ آمرلي مناطق تركومان ومناطق يعني تركومان عراقيين ومناطق صابئيات وإيزيديات وشبك وأقليات راح الشاب الجنوبي الشيعي من جنوب العراق إلى مناطق لا يعرفها للدفاع عن هذه الأقليات وأريق دمه منطقة بحياته ما شايفه ولا واصله يعني سبع ثمانة عشر ساعات بالمسافة وأستشهد فصار عندنا خيار بعد ما صار عندنا جيش رديف غير الجيش العراقي أنه هذا الحشد يحال ولا يبقى باعتبار الجيش كان مهزوم في المعركة ضد داعش حانا ليس صار عندنا حشد بفتوى السستاني لأن الجيش انهزم ترك المعركة يقال مش انهزم كمان كان في مثل معامرة خيانة خيانة يعني المهم أجل الحشد فصرنا أمام خيارا يوحل ولا لا يوحل البعض قالوا الحشد مش شمسية تشيله بس الشت الدنيا وبعدين تكبع على كذا الحشد دول في ناس أعطوا دماء وفي قادة وكذا وكانت يعني كانت الطريقة ماشي بهذه يعني بهذا الاتجاه فشرع قانون الحشد في البرلمان وأصبح مؤسسة عسكرية تؤتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلح فصرنا أمام مازق آخر الفصائل القديمة اللي هي لا تؤمن بالحشد ولا تؤمن بالسستاني ولا دير ارتباطات هاي وين تروح قسم صار بالحشد وقسم صار برات الحشد هؤلاء استمروا برفع راية مقاومة الاحتلال الأمريكي عصائب وكتائب ويعني جيش المهدي نحل اللي يرأسه سيد مقتدر الصدر وصار صراعي السلام أنا عم بحكي تفصيل ممكن اللبناني ما إلى علاقة فيه بس حتى كتائب كتائب الحزب الله كتائب حزب الله العراق وحركة النجباء وعصائب آل الحاق وحركة سيد الشداء حركات شيعية محضة كلها ترتبط بالحرص ثوري الإيراني وبولي الفقه هذه ضمن الحشد أو خارج ضمن وخارج يعني رجلون ورجلون تمام السيد علوم من عدن كتائب حزب الله العراق أعلنت إيقاف عملياته قبل أسبوعين تقريبا وفي بيان علني وتنقلته كل وسائل الإعلام رويتر زغير رويتر حتى لا تحرج الحكومة بيانها يقول حتى لا تحرج حركة عصائب أهل الحق قالت نحن لأنها يعني هي اللي جابت رئيس الوزراء وشكلت الحكومة يعني كان إليها جزء كبير بالأطر قالت نحن نؤمن بالمقاومة السياسية ونخرج المحتل عبر البرلمان وعبر الدستور وعبر الكذا مش الصواريخ تمام الآخرين أصبح لديهم كتل نيابية ووزراء ونواب الآخري ظل عندنا فصير واحد يقاتل اسمه حركة النجباء يعني بزعامة الشيخ أكرم الكعب والشيخ أكرم الكعبي يعني لدي فصائل تطلق الصواريخ على القواعد الأمريكية على السفارة الأمريكية على الوجود يقاتلهم في سوريا يطلقهم الصواريخ على يافا وعلى حيفا والمسيرات وهل مجرد الغارة الأخيرة على القاعدة الأمريكية ما بين الأردن وما بين سوريا أو في منطقة متقدمة الإيراني أنكر طب إذا يعني أنت لديك عدو واضح اسمه الولايات المتحدة الأمريكية قتلت في غضون ثلاثة أسابيع قائد كبير القائد الجنرال رضا كذا إلى آخره وقتلت بعد ذلك قائد آخر كبير وهو رئيس جهاز الاستخبارات في الحارس الثوري يعني المفروض شخص ما حدا ما حدا ينفعه وبين فترة أخرى هناك العديد من الشهداء فأعتقد إذا كان عندكم نية للذهاب إلى رد أقله رد مثل ما كنا نتوقع أنت تقولون نعم نحن استهدفناكم مثل ما تستهدفون يعني استهدفوا الحاج قاسم سليماني والأمريكان علنا في خطة كذا إلى آخر إيران لا تري الصراع مباشر وأنكرت وزير خارجية ثم مرارا وتكرار رسائل على طول هذا أنه مريد حرب مفتوحة مريد كثير طيب الآخرين هل يقاتلون بالنيابة بالآخرين لماذا يعني ما أعرف آآ ممكن هنانا آآ يعني تبادل الأدوار يحدث بهذه الطريقة مثل ما لدى الأمريكاني ناس تقاتل عنه كذلك الإيراني يقول أنا لدي ناس تقاتل عنه بطريقة أو بأخرى العراق إحنا بالعراق عندنا مثل يقول حايطن صيص ما حد قابل أنا ما قابل لا أقصف لا من إيران ولا من تركيا ولا من أمريكا يعني لما قصفت عائلة في أربيل وقيل أن هذه العائلة هي مرتبطة بشخص يعمل بالموساد ووكر إسرائيلي وإلى ما إليه من قبل إيران من قبل إيران شكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيقية برئاسة السيد قاسم الأعرجي مستشار الأمن القوم العراقي الذي أفنى حياته في إيران إيراني إلا شوي حتى عند الجنسية الإيرانية فراح السيد قاسم الأعرجي وقام بالتحقيق تبين أنه الرجل رجل الأعمال بعد معينة الشهود والكذا والأخي وهنا كان لدينا سؤال جدا مهم قبل فترة عام تحديدا عام وعشرين يوم لأن أنا أذكر يعني مرات السوشيال ميديا يذكرك يعني بالممر ألقي القبض على نائب وزير الدفاع الإيراني اللي صلي صف أول ورصيد القائد الخامنئي ألقي القبض عليه متلبسا بتهمة العمالة إلى بريطانيا بحسب بيان القضاء الإيراني هذا الشخص أخذوه للمحكمة وخلوه لمحامين ومدعي عام ومحاكم وبعدين يعني عدمه ناء بوزير الدفاع طيب هذا أخذتوا يا فترة للتحقيق والكذا والخذا ليش بالعراق تقصون صواريخ يعني إذا كان هذا في يعني هذا عندنا عمالة متورط بالعمالة في دولة عراقية صديقة وشريكة لكم وتتحمل الويلات لأجلكم وبسببكم عقوبات أمريكية ساعد تهمون نهرب الأموال إلى إيران ساعد تهمون العراق صفو وفارسي ورافضي ومجوسي وإحنا لازقين بإيران يعني لازقين شعة العراق يعني رغم التباين الكبير بين المرجعيات فبالتالي يا سيدة الكريمة في غياب للرابط الحقيقي الشفاف ما بين الدولتين والحكومتين والعراق في حرج العراق قبل ثلاثة أيام في عقوبات من الفدرالي على ثمانية مصارف أهلية في عقوبات على شركة شركة الخطوط الجوية الأهلية الوحيدة في العراق اسمها فلاي بغداد تحت ذريعة نقل صواريخ وهذا كذب شكلنا الإجنة تحقيقية وتبين هو كذب ثلاثين ثلاثين مصرف أهلي يعمل في العراق كالمصارف اللبنانية وضعت عقوبات وجمدت أرصدت ثلاثين مصرفا بذرائع ليستطيع العراق الآن يعني يرافع لأنه الأموال العراقية يتجي من بنك الفدرالي الفدرال الأمريكي لأنه نبيعنا فوتو أمريكية تنطينا فإحنا مثل القاصر يعني ولا الداخل يخليك يكون عندك قرار حقيقي وسيادي في إخراج القوات الأمريكية من ولي من خلينا نطلع القوات الأمريكية فشو إحنا مرجالة حتى ما نطلع القوات الأمريكية السنة ما يقبل ضمانة السنة ما يقبل يقول ضمانة أنتو الشيعة تبلعون الكردي ما يقبل لأنه يقول أنتو بس تتكبرون وبس تتقوون أنتو حررتو كاركوك والأنبار والرمادي والقائم والموصل وسلتين العراقان ساقطوا حررتو بجيش أصلا غير مدرب حش الشعب الفتوى وكان الأمريكي عم بيحكي عن عشر سنين تتحرروا حررتو بسنوات قليلة فبالنسبة للكردي والسني الأمريكي حامي وبالنسبة للشيعي الأمريكي قاتل قاتل ومجرم ومحتل وهي حقيقة يعني لمسناها وبالتالي لا الإيراني ساعد ولا التركي ساعد ولا السعود يساعد ونحن وفيه مستنقع غريب عجيب في هذه البقعة للأسف هذا الرئيس يعني الأخ والصديق محمد الشاع السوداني يحاول بشتة طرق أن يعبر من هذه المرحلة يعني استلم سنة ونصف اشتغل إعمار وبناء جستعرفين العراق مرتاح وفخخات وإرهاب وداعش وقتل وفساد فساد فساد عدنا احنا أخطر من داعش في العراق فساد وما كان الفساد لا لا عدنا موضوع أكثر من النوم طبعا عدنا موضوع مختلف لأن عدنا فلوس نعم يعني احنا موازنات السنوية تصل إلى 120 مليار مرات 140 مليار على سعر بيع نفط هم يسعرون 60 دولار البرميل بينما البرميل المرات يوصل إلى 80 وللتسعين 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 هذا الفارق من عرفين يروح ففوضل ويومية عدنا هي اسمها النزاهة تلقي القبض على بالجملة يعني 30 مدير عام 20 وكيل وزير 15 محافظ والسرقات مش مليون ومليونين ومويتين مليون مليارات طبعا والذين يعملون على هذه السرقات في شركاء مصاروة ولبنانيين وسوريين وتوانسة يعني في تورط عرب طبعا استاذ أمين من بعد ما شرحت لنا أو ما تملت لنا مثل تصور عام شو عم بيصير بالعراق حضرتك عم بتقول أنه بشكل أو بآخر إيران ما بدأ تواجه أمريكا مباشرة نعم محورها في المنطقة يواجه مديل عنها لست أنا من أقول عبداللهيان في حديث العلني المتكرر مرارا وتكرارا والرسائل والعلاقات والتصريحات اتصال بوزير الخارجي السعودي اتصال بالقطري قبل ساعتين ثلاثة أربع ساعات اتصال الوزير خارجية أمريكا بوزير خارجية العراق قبل ست ساعات كله في اتجاه أنه لا أمريكا تريد حرب مع إيران مفتوحة ولا إيران تريد حرب مع أمريكا مفتوحة وبالتالي لا يدول ضعيفة يلي تاكل الكفوف بس كما العراق أعلنت كدولة رسمية طلبت من أمريكا الخروج الخروج ولا نقبل بأي قوات قتالية على أراضينا ولا نقبل في أن تكون هذه الأراضي منطلقة لأعمال عدائية على دول الجوار ولا نقبل في أن يكون العراق بؤرة صراع من هذه الدولة أو تلك تحت ضريعة الوجود الأمريكي طبعا هذه تبعاتها جدا وخيمة على العراق يعني أمريكا من تطلع شو رح تنظر العراق بأي عين رح تنظر العراق المحور يعني رايح مع روسيا والصين وإيران بهذا الاتجاه لكن ما عدنا غير خيار ما عدنا غير حل أولا أنا إذا عندي جيش وعندي أمين وعندي حشيد وعندي دفاع وعندي أبناء يقاتلون الوجود الأمريكي يشلو علاقة يعني ما الغاية نوجود الأمريكي هنا أريد أن أسأل نقطة قبل بمرة صار في خروج للأمريكي فولدت داعش من رحم هددوا هددوا هنا أنا راح أخبرك سر السفيرة الأمريكية كانت عند دولة رئيس الوزراء قبل شهر ونصف تقريبا أنا كنت في العراق وأبلغت بذلك فمخبرت رواية مستطردة أنه أنا ممكن أغادر وإذا غادرت أنا ستغادر جميع السفارات يعني إذا غادرت السفارة الأمريكية لأنه الصواريخ تنزل علينا وكذا والآخري لازم تضبطون إيقاع وضع جماعتكم اللي جابوك لرأسة الوزراء باعتبار رئيس وزراء إطاري يعني رئيس وزراء تابع لجماعات هي أصلا لا تؤمن بوجود الأمريكان بل هي كانت تطلق الصواريخ على الأمريكان يعني العصائب وسند وبدر ودولة القانون والآخري وإذا غادرت ستغادر مع السفارات أو ستغادر بعدي وكذلك أضيف أنه أنا يعني عندي معلومات أنه في خمسة آلاف داعش يتحضرون للدخول إلى العراق فإحنا ما رح نقدر نحميكم تديد علم كي جواب دولة رئيس وزراء أنه وطلعوا يعني حافظوا على دبلوماسيتكم وجودكم الدبلوماسي سفارة ما عدنا مشكلة سجودكم العسكري مريدة وأعادها في المؤتمر الأخير اللي كان على ما أعتقد دافوس أوكي وعلنا مع رئيس وكالة أجنبية قال لا تأخذوا الكلام من مستشارين أو من محلين أو إلى ما إليه العراق وضع غامض أنا أقول لك أنا رئيس وزراء العراق القادة عام قوات المسلحة لا أرغب وجود القوات الأمريكية في العراق وعليها أن تخرج طبعا هذا يكلفة كثير للرجل طبعا نحن الآن نتحدث عن عقوبات عن شركات خاصة عن شركات أهلية نحن موظفين في الدولة العراقية صنع نربع تشرب معاش مثلا أمريكا جدا سيئة في التعاطي مع الشرق الأوسط لأنه عصب السوق والاقتصاد والنفط والطاقة بكل شي بيتها هون بدأ أسأل يعني في منذ احتلال العراق لليوم تتاول يعني كان فيه تتالي لعدة أطراف سياسية بالحكم بالعراق فكان بعض المعاهدات والاتفاقات مع أمريكا فينا نقول اتفاقات لصالح أمريكا بشي هيك اليوم مش قادر العراق يتحرر منها وبالتالي مضطر ليكون تبعي لإله أو بس بالسياسة يعني يخضع لسلطة أمريكا لا أنه العراق شوفي عزيزتي أحيانا يأتي رئيس وزراء يعني مثلا على سبن فال الطبقة السياسية العراقية برمتها تعتقد أن الكاظمي كان تابع للسياسات الأمريكية أو منفذ للسياسات الأمريكية في العراق والمنطقة البعض يعتقد أن السوداني ملازم يعني يذهب بما ذهب إليه الكاظم البعض الآخر يعتقد أن إذا السوداني كان واضح لهذه الدرجة في قطع الاللاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية فإيران ما رح تحمي لأنه على مستوى التجربة إيران حتى الفصائل كانت أشبه بحالة تخلي عنهم تمام يعني أنه لست أنا المسؤولة عن هذا القصف هذه الطائرات ليست لي هذه الصواريخ ليست لي يعني بهذه الطريقة للأسف الموقع الموجود في العراق الآن يعني يحتاج إلى ضبط إيقاع توازن العلاقات التنائية ولهذا رئيس أو حياد ولهذا ما فيك ما في شي اسم حياد رئيس الوزراء عند يعني من الأسبوعين ذهب إلى آلية مهمة جدا أعتقد كانت رئيسة وزراء إحدى الدول في العراق ما أتذكر هولندا يحاول أن يعقد صفقات أو يعقد شراكات عفوا وليست صفقات مع التحالف الدولي وليس مع أميركا يعني إذا أنا اليوم أريد مدربين فأنا أروح لألمانيا وأجيب مدربين إذا أنا أريد مستشارين أروح لإيطالي وأجيب مستشارين إذا أنا ما إلي علاقة بعد بشيء اسم التحالف الدولي وقيادة التحالف دول العنوات المتحدة الأمريكية وما أحتاج إلى قواعد عندي في العراق تصير قلق هذه القواعد ساعة تحمي مناطق على حساب مناطق ساعة ممكن يتدخل دواج في العراق هكذا توجد نظرية هذه القواعد تطلق الصواريخ على الفصائل وعلى بعضها البعض وتخلق الأزمات وإحنا عندنا يعني مشكلة بلاك ووتر عندنا مشاكل الشركات الأمريكية مستعش تفاجئنا بوجود ترامب بالعراق من دون ما تعرف أي دولة يعني من دون ما يعرف العراق لا لا رئيس وزراء لا وراء التحد شنو جاي يزور القاعدة الأمريكية في عين الأسد بسبب الكريسمس ويعني فوين السيادة يعني ووصل إلى قاعدة عين الأسد واتصل برئيس وزراء عادل عبد المادي لو سمحت تعال شر فرد أشوفك يعني هذا الاستصغار ما يصير غير أنه في ثورة العشرين عندما أخرجنا المحتل البريطاني أخرجوه العراقيين بالعصايا بالعصي لأن ذاك كان عنده مدفع البريطاني وهم كان عندهم مقوار المقوار هو أشبه بالعصايا اللي عليها قير في طرفها وهجموا وأخرجوا البريطانيين تحت أهزوجة الطوبة حصلوا مقواري فما يقبلون عشائر ودين وعمايم ونجف وحسين وكربلة ويجي واحد ما تعرف من وين يختلف عن دينك يختلف عن وضعك عن منطقتك عند طمع في ثرواتك في مقدراتك في خيراتك حتى المخدرات ما نعرف شون دخلتها العراق العراق البلد الأول اللي عام بالمخدرات أشياء هجينة غريبة عن مجتمعاتنا صارت موجودة الدول كلها تقصف في العراق يحاول يتعافى تجي حكومة تريد العراق يتعافى يطلعون لها أزمة معينة ويضعونها في وسط النار يعني هلأ عم تحضروا للأزمة يعني في أزمة قادمة طبعا عندما بالمناسبة الطرفين إذا طلع رئيس وزراء وقال على إيران أن تكفوا اليد عن العراق يطيروا الإيرانيين وجماعتهم وإذا طلع رئيس وزراء وقال على أمريكا أن تكفوا كذا يطيروا الأمريكان وجماعت والتوازن جيب الرئيس يعمل توازن يعني التوازن اللي عم تحكي عنه أستاذ أمين ناصر هوني السؤال هذا التوازن بهيدا الصراع اليوم اليوم عم يتشكل شي بالعالم عم يتشكل نظام عالمي جديد يمكن ما عم يتشكل هذا النظام لكن فيه صراع دولي إقليمي حد فيه كنت عملوا توازن يعني مثل ما عملت السعودية مثلا السعودية صديقة لأمريكا حليفة لأمريكا لكن فتحت الأبواب على الصين وعلى روسيا فيكن تعملوا هذا التوازن أولا السعودية نظام نظام عائلي قبلي ملكي في داخله طيلة هذه السنوات كان ينعم باستقرار يعني لم تتغير به الحكومات والنظام بالطريقة التي حدثت في العراق وعلى الرغم منكون يعني هذا النظام في فترة من فترات كان يدار بالمنشار ومثل ما حدث مع خاشقشي ونمر النمر بالحراب وبالسيف والإعدامات كانت في الشوارع نظرة يعني نظرة محمد بن سلمان تغيرت في السنوات الأخيرة وأصبحت السعودية مش بيت الله الحرام أصبحت السعودية يعني مصيف للغناء والرقص والنوادي الليلية وهذا غريب عن هذه البقعة وهذه المدينة اللي هي المفروض كانت عبر التاريخ هي مقدسة يعني من إبراهيم الذي بنى الكعبة وحتى النبي محمد اختلفت الايدولوجية السعودية اختلفت السعودية محمد بن سلمان أعطى تذكري الرقم ولا ما تذكري أربعمائة مليار إلى ترامب تفضل فبالتالي العراق ما يقدر ينتهي هذا الرقم ولا ممكن ولا يقبل يعني على أي أساس العراق البنى التحتية في شبه منهارة فأنا ما أعطيك حتى شنو متفضل علي صدام صنيعتك انت جبت وانت أخذته بهذه الطريقة اللي كانت عبارة عن ولا تعلين طيلة هذه الفترات أما فيما يتعلق بالحياة بتتوازن بتتوازن بفتح العلاقات بين الشرق والغارب هم يريدون إيصال العراق الغرب والخريج يريدون إيصال العراق للتطبيع ونحن لدينا مشكلة عويصة في هذا الموضوع حتى الفلسطيني يشتكي منها الفلسطيني يريد يروح لحل الدولتين مش الآن كلها العالم العراق في الدستور يحرم لفظ حل الدولتين يعني إذا تذكرون صار في لغط في مجلس الأمن بالتصويت والعراقي مصوت على الاتفاق على حل الدولتين ليش لأنه البرلمان العراقي والقانون العراقي وديه إعدام لا يوجد شيء اسمه دولة إسرائيل حل الدولتين يعني دولة فلسطين ودولة إسرائيل البرلمان العراقي يحرم أن تقول دولة إسرائيل وياخذك على الإعدام يعني عمال يعني تطبيع فأحد الأخوة الفلسطينيين بلا يذكر أسماء القيادات الكبيرة قال أنتم سببيننا حرج يعني أنتم متمسكين بالقضية الفلسطينية أكثر من عندنا واضحة القضية خلي يتنازل العراق الآن ويقول إحنا مع حل الدولتين وبعد شوية تصير العلاقات مفتوحة وشوية شوية يجلت كذا وهذا من سابع العلاقات جيدة بين كردستان والعراق و دول الفاتحين دكان على حسابهم من زمان من زمان مع الإسرائيلي مع اللي أقولها مثل ما هي مشامل لا لا المركز الثقافي الإسرائيلي الكردستاني العلاقات من زمن برزاني في الخارج في كل شيء وعندما فطس السابق سحاق ما أعرف آخر واحد شوفه عندهم مين ما أذكرهم قاموا له عزاء مركزي في أقليم كردستان جماعة نصعود برزاني هم يعتقدون أقرب كأقلية يعني بالتالي لأنه الكيان الصهوني إسرائيل كانت هجيل لم لوم ورادوا ويسوون دولة وصار عندهم تلعبي وصار عندهم مطارات وصار عندهم قرار وسفارات فالكرد الآن يسعون هذا المسعى حتى وصلوا لاستفتاء لانفصال وفشلوا لأنه وضع الكرد يختلف الكرد لا يستطيع ينفصل لأنه التراك تركيا ضغطهم أردوغان فلا سيسمحون لأنه بعدين تنتقل هذه الظاهرة أكراد إيران وأكراد سوريا وأكراد العرق فهذا الشيء شبه مستحيل لكن العلاقات مع إسرائيل قائمة علاقاتها من وساق هل تعتبروا كردستان خارج العرق هي مو نعتبرها عندهم الحقيات وعندهم ليش وعدت تقصف إيران كردستان بتعترض الفيدرالية العراقية وعدتهم قنصلية لماذا عندما تقصف إيران كردستان لأنه لا بس سؤال مشروعي لا سؤال جدا جدا مهني من يحاول أن يجعل كردستان خارج العراق هو مسعود برزاني مسعود برزاني رئيس قبلي توارث رئاسة الإقليم عن أبي وورث هذا الإقليم لأولاده بس في ناس يومية يطلعون تظاهرات كراد أخواننا وأصدقائنا يومية مقمعين ويقتلون تظاهرات بأربيل وسليمانية صارهم ستة شهر وسبعة شهر ما عندهم رواتب رغم أن الدولة العراقية تدفع للإقليم رواتب وبالتالي الإقليم مو مالبو كردستان نقليم عراقي أربيل عراقي أربيل محافظة من محافظات العراق ما نقبل تنقصه ولاة هوك نقبل تنقصه مش من الإيراني بس حتى من التركي ما نقبل تنقصه إحنا عدنا مشكلة في النظام الداخل العراقي أنه أربيل عندها برلمانها وعندها حكومتها وعندها داخليتها وعندها كذا يعني نحاول باللتي يحصل لأنهم مري الدم صدام سوى دم معهم يعني صدام راح ذب عليهم الكيمياوي ما عرف ده مرة عليك هذه أولا في حلبشة وقتلهم قتل الأطفال والنساء إحنا بعد الآلفين وثلاثة يجوا الجماعة الشيع يحكمون يحكمون باسم علي واسم القرآن واسم المسامحة واسم المحبة ولهذا قلت ذهب الشيع الجنوبي ما أريد أن أتحدث بهذا بس هو الواقع هذا لازم الناس تفتهمه ذهبوا لوهب دماؤهم للكردي وللتركماني وللمسيح وللآشوري بشهادة العالم كلها والسنة والسنة طبعا أربيل ما راح تبقى على مسعود ولا راح يبقى مسعود على أربيل لا هو ولا مسرور لأنه الأيام دول الناس الآن واعية في حركة اسمها حركة الجيل الجديد للأخت والصديقة سروة عبدالواحد شكلت شباب و يعني فاتت على الانتخابات ضد مسعود اللي يمسيطر بالمال وبالجاه وبالحكم صار لكذا سنة كيف عندكم في لبنان وتمكنت من أخذ ما لا يقل عن 18 نائب هذه العراقية هذه الكردية العراقية أما الآخرين فرايحين ولهذا ما نقبل هذه بالتالي أرض عراقية والناس الذين سقطوا سقطوا عراقين شو يحمل هو يحمل الجواز الكردي ولا العراقي يحمل الجواز العراقي ما عدنا جواز كردي يحمل الجواز العراقي جوازه من الحكومة العراقية معاشه من الحكومة العراقية إراداته من الحكومة العراقية مسعود يحاول يخطفهم تحت عنوان الفيدرالية بالدستور كل التثم حافظتي بس هذا ما راح يستمر ما راح يفقى نعم الوقت بلاش دهمنا مستقبل العراق إلى أين وبالصراع اللي سير بالمنطقة اليوم يعني حضرتك حسمت الموضوع أنه لا تطبيع ولا ممكن بالتالي مزيد من الضغوط على العراق مزيد من الورطات على العراق مزيد من الأزمات والمؤامرات على العراق أولا العراق إلى أين العراق الآن هو متعافي وسيتعافى أكثر يعني قصة طوفان الأقصى هي لم تنهك العراق بحسب بل لبنان وزادت الطين بلة في سوريا وإيران محرجة والحوثيين والمنطقة كلها في يعني تستعر العراق متعافي بدليل أنه يوم الأحد المقبل رح يكون الأخ العميد حسن شقير نائب رئيس جهاز أمن الدولة في بغداد للقاء دولة رئيس الوزراء مع وفد إعلامي لبناني كبير من ست أو سبع محطات يمكن ووكالات لتوقيع على مذكر التفاهم أخرى تساعد لبنان لتمكيل لبنان بالشهر المقبل أنا قبل ما أفوت على الستوديو كان عندي حديث مع السيادة العميد الأخ حسن شقير اللي المفروض اللبناني نشكره نحن نشكره لأنه بالفعل نشكره نشكر العراق يمكن فيه تقصير فيه شكرة العراق للي وقفت حد لبنان بعز دين أزماتي واسمح لي اللي أقول أنا للعراق الشعب والدولة شكرا وأنت بطل عنا إهراءات منسيتونا بالأمح وأنت بطل عنا نفط وعشنا العتمة منسيتونا بالأمح ومنسيتونا بالنفط وأنت كان الجهاز الطبي في لبنان قيد الانهيار منسيتونا اليوم الفرص المفتوحة للأطباء اللبنانيين في العراق موجودة الفنان اللبناني بعده بيزور العراق وبيشتغل بالعراق خلينا نحكي رفعنا حتى الفيزا يعني حتى الفيزا عن اللبنانيين اللي هي عبارة عن يعني خمسين دون رفعنا خلينا نحكي بالإشياء الإيجابية الإيجابية بيننا وبين العراق فالأحد راح يصير يعني في وفد لبناني طبعا فتم الاتفاق ابتداء على ما يعرف بالمنصة هذه المنصة بإمكان العراقي يدخلوا إليها هذا الشيء اللي اسمه خدمات مقابل النفط لبنان ليس باستطاعتها احنا هذه السنة الرابعة ونحن نقدم إلى لبنان النفط لا توجد دقيقة كهرباء واحدة في لبنان مش عراقية مش عراقية يعني اللي بيعلل الآزان ويتحمم بده يذكرنا شكرا بده يذكرنا سمعين عزيزتي المفروض اللي أنا عرفت أنا من السيادة الأخ العميد المفروض بالشهر المقبل أولي بعده تكون التغذية الكهربائية في لبنان بسبب العراق عشر ساعات طبعا العميد حسن شقير ما مسؤول عن هذه العشر ساعات راح تكون مية بالمية أو لا نروح نسأل وزير الطاقة نسأل شركة الكهرباء نسأل المعنين لأنه أول مرة ذهبنا أنا والأخ اللواء عباس إبراهيم في طائر الخاص وحكيت معكم طبعا وريمون غجر وإحنا راجعين بالطيار قالت له كم ساعة لريمون غجر خينا مع الوزير قال من ستة إلى سبع إلى ثمان ساعات وصلنا إلى لبنان صاروا ساعتين يعني تبخروا أربع خمس ساعات ليش ما نعرف وهكذا في عهد فياض العراق يحتاج إلى شفافية من لبنان إلى وضوح أكثر في كل شيء في العلاقة الثنائية العراق ما عم يقدم إلى لبنان مقابل شكرا أو مقابل قيد أو شرط أو أعطونة نعطيكم لبنان يقولون فاقد الشيء لا يعطيه للأسف لبنان يصل إلى هذه المرحلة العراق مثل ما وصف دولة الرئيس بري قال هو الأخ الأكبر إلى لبنان وهو رمح الله في الأرض طول عمرنا إحنا مرينا بحصار ومرنا بأزمات وحياتك يعني مجرد ما أبعث مسج أنا لوزير الدفاع العراقي لمساعدة الجيش اللبناني أو لوزير الصحة العراقي لمساعدة المستشفيات في لبنان أو لحيالله مسؤول في الدولة العراقية حتى على أي مشكلة لبنانية في العراق فورا يهبون لأنه اللبناني لم يتدخل سوءا في المشهد العراقي لا وعم يتعامل من دولة لدولة وهي دا يميز العراق عن باقي المساعدات أو باقي المساعدات المشروطة إن كان بشكل مبطن أو لا العراق يتعاطى بشكل مع لبنان من دولة لدولة من أخ لأخ من شقيق لشقيق نتمنى لبنان يتعامل مع العراق من دولة لدولة ومن أخ لأخ من شقيق لشقيق حتى لا يخرج بعض الموتورين وزراء سابقين أو نواب أو رأساء كتل ويجتمون العراق ويجتمون مرجعية العراق يعني هذا معيب هاي دي بالسياسة يغردون تويتر يجتمون المرجع السستاني والمرجع السستاني بانفجار مرفأ بيروت أقولوها لأول مرة وكانوا ممخولين بالحديث عن هذا الموضوع مرجع بالنجف الأشرف معمم شيعي بحياته مشايف المطار أول مصار انفجار مرفأ بيروت طلب من وكيله في لبنان وممثله والناتق الرسمي باسم الحاج حامد الخفاف طلب منه الذهاب إلى الكارنتينة قبل الخندق الغميق خندق الغميق شيع الكارنتينة مسيحية وإلى مناطق الأرمن وطرق الأبواب عليهم وتسليمهم المساعدات المالية باليد من دون كاميرا ومن دون صورة يرجع واحد نزقي شتمة على وسائل إعلام لبناني وهو هذا الرجل هو اللي يعني هو يقول هو الذي قال للدولة العراقية لا تتخلوا عن لبنان ساعدوهم بالقمح ساعدوهم بالنفط ساعدوهم بالكذا ونحن نحترم مرجعيتنا لأنها مرجعية إنسانية مش مرجعية سياسية مرجعية سماحة السيد السستاني ولهذا يعني إذا يعني أما أن تقول خيرا أو تصمت بما أنه هذا النفط العراقي جاي حتى فايت على بيتك وفايت على بيت أختك وعلى ضيعتك وعلى قريتك درزية سنية مسيحية شيعية مستقبل حزب حركة مردة أرمن ما عرف مين طاشناق إلى آخره العراق يعطي لكل لبنان فهذا الجو الموتور المشحون الانعكاسات الطائفية والتشردم الموجود في لبنان لا تنقلوا علينا إحنا دعنا نتعامل عم نتعامل دولة لدولة فاحترموا هذه الدولة التي وقفت معكم طيلة هذه الحكومات قاسي سوي بس سامحوني من حقك وعا كل حال نحن أنتوا شعب على قولتكم باللبنان تقولون مع التارين لا حول ولا قوة لا لا بس كمان في عنا منقول ممنوعا نشتم أي دولة لأنه مش بس بإطالة الأخوة في المصالح المشتركة صحيح نتمنى تتعمم مش بس على بعض الدول على كل الدول العربية مئة بالمئة لا ما هي في دول خط أحمر ما هيدا اللي عم تقوله دول خط أحمر هيدا على صعيد النفط في هيدا المنصة يلي البعض بقول ديوننا تتراكم لا المنصة ممكن المنصة تتراكم للعراق والبعض يعني كان في بعض المقالات ما بعض إذا قرأتها يمكن سبقتني بالقراءة أنه كيف رح ندفع على العراق بالسياسة أو بالميل شو بالسياسة؟ يعني أنا قلت لبنان الآن مش قادر يجيب رئيس شو بالسياسة؟ يعني إحنا البارحة أتمينا انتخابات مجالس المحافظات ومر الأمر بعملية سياسية سلسة جدا وانتخابية وديمقراطية وعلى العلن رغم مقاطعة مقتد الصدر والتيار الصدري ومع هذا صار احتدام يوم يومين ودخلت والمرجعية والأوساط والآخر وانتهت القضية كيف سيسدد لبنان؟ لبنان ليس باستطاعتها ومقدوره التزديد بالكاش فراح يصير التزديد بالخدمات عبر ما يعرف بالمنصة منصة أنشئت وبإشراف رئيس وزراء عم تتفاعل هاي المنصة أو لا؟ المفروض تطلق بعد أسبوع أو أقل فتعرض على هذه المنصة الشركات الاستثمار البضائع الزراعة الصناعة بل حتى العراق اليوم يحتاج إلى مدربين بالمصارف بالقطاع المصرفي خلا أنا مرات أضحك أقول إن شاء الله ما يعلمهم إن شاء الله ما يعلمهم لكن حقيقة أنستها لها في قسم كبير من المصرفيين مش أصحاب المصارف لا المصرفيين اللي يشتغلون بالعتمتة ويشتغلون بال يعني ظلموا ظلموا وبالتالي حالهم حال بقية دولي راحوا على العراق الطباء كثر من لبنان ذهبوا إلى العراق رجال أعمال صناعيين اليوم ساعة ثمانية تصل طائرة معالي وزير الرياضة عفوا معالي وزير الزراعة وزير الرياضة كان في فترة وأعطى منحة لوزارة الرياضة اللبنانية لم يتم الحديث عنها كذلك عندما كانت لبنان عاصمة الرياضة والشباب قبل فترة يعني حتى في شغل كثير والله مرات نستحي نقولها يعني لا توجد تفصيلة في الدولة اللبنانية من نقابة المحررين إلى ما أعرف إيش هذا العراق ما ساعتهم ما أعطاهم كاش يبعث لهم هل ستوصل ما توصل ما أعرف هاي مش مشكلتنا المشكلة عندكم أنت تروحوا تدققون العراقي ساعت وما دقيدي وما يريد مقابل مادي لا العراق هو اللي عم يعطي الآن هذه المنصة فيها أشياء كثيرة بإمكان العراقي يدخل مباشرة ويستفيده ويقول أنا أريد واحد اثنين ثلاثة كذا على آخر بعدين العملية في لبنان كيف التيم مين يدفع لمنه هذه صارت بين أمان العام المزلس وزراء ما بين الرئيس حكومة صرف العمال السيد ميقاتي واللي يتابع هذا الموضوع عن كتب سيادة العميد حسن شقير هو حل يعني حل هو حل إذا رجعت للشارع العراقي ممكن يعمل مشكلة ولهذا إحنا دائما حاملين طفاية والآخر أرجع وأقول لا نريد كلمة شكر لكن المواقف من فترة ما اللبنان صوت مع العراق في قضية إدانة القصف إلى أراضي والآخر وهذا موقف جيد كذلك بدي منك أستاذ أمين ناصر أعرف شو سبب زيارة وزير الزراعة إلى لبنان هل في شيء تمام سؤال مهم يعني عنده جدول عمل هو بمعية الأخ والصديق وزير الزراع اللبناني عباس الحد عندهم زيارة إلى الجنوب عندهم زيارة إلى بعلبك سيعطون فرصة كبيرة للمزارعين اللبنانيين نقل بضاعة توريد تعرفين المزارعين والفلاحين اللبنانيين راح يمتونوا نجوع يعني ما كلهم سكر الطرق بوجوههم في العراق منذ الثمانينات والسبعينات ويستورد البضاعة اللبنانية الزراعية على الرغم يعني على الرغم قلتها يعني اللي ما يطلع عندكم باعتبار بعض المناطق عندكم تلجية تفاح اللي ما يطلع عندكم يعني يطلع عندنا والعكس هو الصحيح لكن الفائدة كذلك راح تكون بتسهيلات كبيرة تسهيلات أولاً كان في تنسيق ما بين وزارة النقل العراقية ووزارة النقل اللبنانية وكان كذلك عن طريقي بربط الوزيرين بعضهما ببعض وكان في شيء اسمه ترانزية البضاعة تمر عبر سوريا إلى العراق ممكن تروح للخليج من دون ما ناخذ عليها قمرك يعني السيارة تفوت ما تنزل على الكذا فيما يتعلق بالزراعة كذلك والزيارة هناك يعني فائدة ربما ممكن أن تبلور في مذكر التفاهم إلى استفادة من القطاع الصناعات الزراعية يعني كالأسمدة والمعدات وكل شيء ممكن يستفيد منه العراق وهذا كذلك راح يروح وفق الاتفاق المنص نعم بدنا نتمنى للعراق ولكل العالم العربي والعالم ككل كنا قاسين شويست هلا يسامحون المدعين المستمعين عفوا بالعكس عبرت هذا منبر للتعبير وعبرت عن شيء موجود ما عبرنا عن شيء مش موجود أنا بجعب أقول شكرا للعراق لكل الفرص اللي عم تقدمونا لبنان وبدأ شكرك وبدنا نتمنى أنه حرب غزة تخلص كمان ويكون تدعيتها على المنطقة أقل قسوة من ما هي عليها اليوم ويكون العراق ولبنان بسلام لحضروا الكلمة الأخي الشكر لك وشكر لهذه الإذاعة المنبر اللي أنا أعشقها وشكر لهذه المنطقة والوجود الأرمني اللي أحبهم جدا وكل العاملين في يعني في إذاعتكم وتحياتنا لكل المستمعين ونتمنى أن يعمل السلام لأنه تعبن السلام وترجع الشعوب تتنفس لأنه يكفي الناس هاجرت الأولاد هاجر وفي ناس ما قدرة تدخل أولادها للمدارس الإنسان اللي عم يمرض عم يتعب لكن ما أنه غير أنه نتكاتف مع بعضنا مثل ما تكاتفنا ببان كورونا وعدت لأنه الناس كانت أمام موجة معي يجب أن نتكاتف الآن في هذه الأزمة علها تنتهي وإن شاء الله تنتهي قريبا أمين شكرا لإلك شكرا هاجر شكرا كبارك وشكرا لأصدقاء المستمعين وإلى اللقاء عبر السلطة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة